بسم الله الرحمن الرحيم تنذيل الكتاب من الله العديد العليم غافل الزن بمقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تغلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحذاب من بعدهم فهمت كل أمة من رسولهم ليحفظوه ودادلوا بالباق لذبحثوا به الحق فأقصدهم فكيف كان عقار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بهمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واسعت كل شيء رحمة وعلما فغفر للذين تابوا فاتبعوا سبيلك بقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلها من آبائهم ومن صلها من آبائهم وأزوادهم وذرياتهم إن كانت العبيد الحكيم وقهموا السيئات ومن أتق السيئات يومئذ فقد رحمتا وذلك هو الفوف العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم من الثلعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعقرفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالفكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينذر لكم من السماء رسقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرص يذكروها من أمره على من يشاء من عباده لينظر يوم الطلاق يومهم باردون لا يغفى على الله منهم شيء لمن المنق اليوم لله الواحد القفا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت له المليوم إن الله سريع الهسان فأنذرهم يوم الهاب ففيذ القلوب لدى الهنادر كأومين ما للظالمين من هميم ولا شفيع يطاع يعلم خاينة الأعين وما تطفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عكبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم كوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأقلهم الله بغنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأقلهم الله إنه قبيل شديد العقاب فلقد أرسل موسى مياياتنا بسلطان مبين إلى فرعون وهامان مقارون فقالوا ساحرين كلام فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اكدوا ابناء الذين آمنوا معه والسحي نساءهم وما كيد الكافرين إلا في غلال فقال فرعون دروني يقتل موسى بل يدعوا ربا إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الهسام فقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه وإن يقوا صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كلا يا قوم لكم الملك اللوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من مأس الله جالا قال فرعون ما أوليكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل عشاد فقال الذي آمن يا قوم إني يقاف عليكم مثل يوم الأحلام مثل ذا بقوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم فما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني يقاف عليكم يوم التنى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يظل لله فما له منها ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما دلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلق قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقزا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني له النور كاذبا وكذلك ذين لفرعون سوق عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا ليهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الهديات الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار حرار من عمل سيئة فلا يجذى إلا مثلها ومن عمل صالها من ذكر النوم إنسى فهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يؤذرون فيها بغير حساب فيقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لي أكثر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العبيد الغفاق سأجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعمة في الدنيا في الدنيا ولا في اللاقرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أكون لكم أو ففض أمري إلى الله اللهم بصير بالعباد فلقاهم الله سيئة ما مكروا وهاق بيان فرعون فوق العذاب النار يعرضون علي غضب وعشيا فيوم تقوم الساعة أدخلوا لفرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الزعفاء للذين سبقوا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فأل أنتم غنون عنا نصيبا من النار قال الذين سبقوا إنا كل فيها إن الله قد حقم بين العباد وقال الذين في النار لخلرة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أبا لم تب تأتيكم رسلكم للبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في مولا إنا لنا صرر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرة ولهم اللعنة ولهم صداء ولقد أتينا موسى الهدى فأورصنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر ألي للألباب أصبر إن بعد الله حكم والصوف لذنبك وتبع بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعر بالله إنه هو السميع البصير خلق السماوات والأرض أقبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستمي العمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المصير قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مغسرا إن الله لدو صدر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تنفكون كذلك يفكوا الذين كانوا بآيات الله يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض روما السماء بلا أم وصوركم فأحسن صوركم ورضقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فالبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين كل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي ومرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من طراب ثم من نطبة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا سيوها ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا وجلا مصمم ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يكون له قوم سيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكذاب وبما أرسلنا به أرسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والثلاثل يصحبون في الهميم ثم في النار يزجعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا لولوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يدل الله لكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فالقلوا بواب جهن مخالدين فيها فبكس مسوى المتكبرين تصبر إن بعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عيدوا المونة فإنك فيلينا يمدعون فلقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله كذي بالحق وقصر هلالك المؤمنين الله الذي جعل لكم الأنعام لترجعوا منها ومنها لتأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها هادة في صدوركم عليها وعلى الفلك قبلون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أفسر منهما شد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رفضهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا منه يستهدون فلما أروا بأسنا قالوا آمنا بالله بعده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما أروا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي أخفره نالك الكافرون حاملين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب تصلت آياته قرآن عربيا لكم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعظ أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في كنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك هجاب فعمل إننا عابدون قل إنما أنا بشر مثلكم يرحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد تستقيموا إليه واستغفروا فبين للمشركين الذين لا يكون الزكاة وهم باللاحرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ويرمنون قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتدعلون له أندادا ذلك رب العالمين فدعل فيها راسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سباء للسائلين ثم السباء للسماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقاللهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء أمرها فزينا السماء الدنيا بمصابيها وحب الله ذلك تقدير العزيز العليم فإن أرضوا فكل أند أرضكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءكم رفل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأندل ملائكة فإنا بما أتلتم به كافرون فأما عاد فالسكبروا في الأرض مغير الحق وقالوا من أشد منا كوة أبا لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم كوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام أحسات لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا فالعذاب الآخرة أخذابهم لا ينصرون وأما سمود فهديناهم فالسهب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يودعون أتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أغفارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه يدعمون فما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أغفاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ورداكم فأصبحتم من الخاترين فإن يصبروا فالله مسؤل لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين فقيرنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فحق عليهم قول فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن والناس إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن بلغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيظنا الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون فذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دعو القلت جزاءا بما كانوا بآياتنا يجهدون فقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يغلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم السقاموا تتنزل عليهم الملايكة ولا تقافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم تعدوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من وفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالها وقال إنني من المسلمين ولا تسأل الحسنة ولا السيئة إذ صعب التي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي هميم وبا يلقاها إلا الذين صبروا وبا يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينذرنك من الشيطان نزوا فاسعي بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الجبار في البهر كالأعلام إن يشأ يسكن ريها فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لغل صبار شكور وما يلقاها إلا الذين صبروا وبا يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينذرنك من الشيطان نزوم فاسعي بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمف والقمر لا تسكدوا للشمف ولا للقمر ومن آياته أنك ترى الأرض عاشعة فإذا أندل عليها الماء تزت وغبت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحظون في آياتنا لا يغفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يكتيا من اليوم القيامة يعملوا ما شدت منه بما تعملون بصير إن الذين كثروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يدين ولا من قلبي تنذيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد طيل للقفل من قبري إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو دعلاه قرآنا أعدميا لقالوا لولا بصلت آياته أأعجمي عربي قل لي للذين آمنوا دوم شفاء والذين لا يقنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى هؤلاء كيلازون من مكان بعيد ولقد آتي إلى موسى الكذاب بغض لفثيه ولولا كلمة سبقت من غضبك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منهم غريب من عمل صارئا فلنفسه ومن أساب عليها وما ربك بغلام للعبيد إليه رضع المساعة وما تخرد من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم بين شركاء قالوا آذانا كما منا من شهية أغل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وغنوا ما لهم من محية لا يسهم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشرك فأوصنقنوا ولينا ذقناه رحمة منها من بعد ضرر أمسك لأكونن هذا لي وما أغنوا ساعة قائمة وليردعت إلى ربي إنني عنده للعفناء فلننبين الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غريق فإذا أنا عمدا على الإنسان أعرى ونأى بجانبي فإذا مسوا الشرك فزود عائن عمير كل غريق كان من عند الله ثم كفر دمه من أغل ممن هو في شقاك بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء حامي معين سنقا كذلك يرحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العني العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغصم الرحيم والذين اتخذوا من دونه يولي الله هفيد عليهم وما أنت عليهم بوكيل فكذلك وحينا إليك قرآنا عربيا لتنذرهم القرى ومن حولها فتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فلو شاء الله نجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه يولياء فالله هو الولي روى في الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه تبكّلت إليه أنيم فاطروا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أدوادا ومن الأنعام أدوادا نظركم فيه ليس كمثله شيء فهو السميع المصير لهم مقاليد السماوات والأرض يرسطوا من سبل من يشاء يقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نورا والذي يوحينا والذي يوحينا إليكم ما وصينا بإبراهيم محسى بعيسا فلن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد فما تفرقوا إلا من بعد ما جاهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى آجل مسمى لقريبينهم فإن الذين أورث الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريد فلذلك تدعوا السقيم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فقلها من تبما أندل الله من كتاب ومرت لأعدل بينكم والله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذي يهاجون في الله من بعد ما سجيب له ضدتهم ذا حظة عند ربهم وعليهم غضروا ولهم عذاب شديد الله الذي أندل الكتاب بالحق والميدان وما يدريك لعن لساعة قريب يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين ينابون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيف بعباد يغب من يشاء وهو القبيل العظيم ما كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرثه وما كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيف أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لك بي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشرقين مما كثموا وهو باقع بهم والذين آمنوا أعملوا الصالحات في روضات الجنة فهم ما يشاء عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا أعملوا الصالحات كلها أسألكم عليك أدرا إلا المبادة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حفنا إن الله وفور من شكور أم يقولون افطر على الله كذبا فإن يشاء الله يقدم على قلبك فينه الله بالباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور فهو الذي يقبل قوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فيستجد الذين آمنوا أعملوا الصالحات ويبيدهم من فوره فالكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله ورزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينثر بقدر ما يشاء إنه بعباده حبير مصير فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما غنتوا وينشر رحمته فهو الولي الهمير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب فهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كثبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم من معجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجبار في البحر كالأعلى إن يشأ يسكن الريح فيغلل رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يبكرون بما كثبوا ويعفو عن كثير فيعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محلي فما أوتيكم بالشيء فمتاعوا الهياة الدنيا وما عند الله يشير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتبكلون والذين اجتنبون كباير الإسم والفراعش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم عقام الصلاة فأمرهم شغرا بينهم ومما رضقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم الضغيهم ينتصرون وجدار سيئة سيئة مثلها فمن أفى بعصها فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين أعلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر فضطر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يدر لله فما له من وليج من بعده فتراهم ينظرون إليك تدور أعلمهم كالذي يكشى عليهم من الموت ولمن صبر وظر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يدر الله فما له من وليج من بعده فتراهم يعرضون عليها قاشعين من الظلم من طرف خفيه فقال الذين آملوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مطير وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يدر الله فما له من سبيل استديقوا لربكم من قبل أن يأتيهم لا مرض له من الظرار ما لكم من ملجه يومئذ وما لكم من نكير فإن العرب فما أرسلناك عليهم أفضى إن عليك إلا البلاع فإنا إذا أضغط وإنا إذا أدقنا الإنسان منا رحمة سره بها وإن تصدهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان لكفور لله منك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهدل من يشاء إناسا ويهدل من يشاء الظكور أو يذبجهم ذكرانا وإناسا ويدعل من يشاء عقيبا إنه عليم قدير لله منك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهدل من يشاء إناسا ويهدل من يشاء الظكور أو يذبجهم ذكرانا وإناسا ويدعل من يشاء عقيبا إنه عليم قدير وما كان لبشر لا يكلمهم الله إلا وحيى النوم وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء إنه عليم هكيم فكذلك أهينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن دع الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي لا صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلا الله كثير الأمور الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله